ما صحة ما نقل عن شيخ الإسلام بن تيمية وتلميذه بن القيم بالقول بأن النار تثنى وأن من في النار يدخل الجنة بعد تنقيته من الذنوب ولو كانوا كفارا وهالرد الصنعاني وتحقيق الألباني لهذا الكتاب يصحح نسبة القول إلى شيخ الإسلام هذا الكلام الأخير هذا باطل ما قاله شيخ الإسلام أنهم يدخلون الجنة ما قال أنهم يدخلون الجنة ولا يدخل الجنة كافر إن الله حرمه ماء على الكافرين أن أفيض علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمه ماء على الكافرين إنه من يشرك بالله قد حرم الله عليه الجنة وما أواه النار وما للظالمين من أنصار ما قال شيخ الإسلام أنهم يدخلون الجنة نسب إليه أن يقول بفناء النار هذا قول خطأ بلا شك هذا قول خطأ لكن الخصوم والأعداء تلمسون أدنى غلطة على شيخ الإسلام ليظهرها ولكن شيخ الإسلام له فضائل له فضائل وله جهاد في سبيل الله وله ما يغطي هذا الخطأ اليسير إذا كان صح عنه هذا في مسألة اجتهادية أخطأ فيها إذا صح وله من الفضائل والكرامات وله من الجهاد في سبيل الله باللسان وبالقلم وبالسيف ما يغطي هذا الخطأ اليسير وقونه يتلمس هذا الخطأ اليسير ويظهر على الناس أن الشيخ الإسلام يقول كذا طيب هم ما يشوفون الأخطأ اللي هم فيها من التجهم والاعتزال والتشيع وغير ذلك وعبادة القبور والأضرحة ما يشوفون هذه الأخطأ اللي عندهم ويظهرون مسألة فرعية نسبت إلى شيخ الإسلام بن تيمية الحمد لله أنهم لم يجدوا إلا هذا الحمد لله أنهم لم يجدوا على شيخ الإسلام إلا هذه لو صحت نعم